السلام عليكم ورحمة الله حشرح محاضرة Complication of Diabetes Mereitis طيب اسم اللي نقدر في الوبجيكتب هارف ايش هالمشاكل تيجي من البور Glycemic Control هارف الباثوفيسيولوجيا المايكروفاسكولار المايكروفاسكولار هارف ايش هم دول المشاكل اساسا هارف عالديابيتك فوت طيب ليش تهمني الكمليكيشن حق الديابيتس اول شي ممكن انه الباشن تيجيني بالكمليكيشن بدون ما يعرف انه عنده ديابيتس اللي comes from the complications اشخص انه عنده ديابيتس وقالي انه 50 % من الباشنت اللي تشخصو بالديابيتس بيكونو اساسا يشتقو من masih from the complications حق المرض weer ومو من المرض نفسه طيب ممكن كمان انه بعد ما اشخص الباشنت وان به septem THEYайтесь م inté Physics ويجب أن نبه عليها لكي ينتبه لنفسه طيب ماذا هي الكمليكيشن؟ عندي يأتي بريتنوباثي هايبرتينشن أبنورمال إي سي جي إلكتريكال ديس فانكشن أبسنت فوت بلسس إنترميتل كالديشن اللي هي انو البايشن يأتيني يعرج او يأتي له أبنورماليتي في اللاور لمبون إسكيميك اسكن زي مثلا بايشن يكون ميل ويجي يقول انو انا كان عندي شعر في رجلي واختفى فانا هنعرف ليش سار كده ممكن الاستروك او يجي له اسكيميك هار ديسيز او نلاقي انو البلازما كريتانيين عالية طيب بعد كده هنجي نتكلم عال كمليكيشن ايش هي الكمليكيشن اللي تجي له طيب اول شي هو بايشنت عنده ديابيتس اول مشكلة تيجي في بالي انو عنده هايبرغلاسيميا هذي مشكلة منتهين مننا يا اما تكون بسبب انسولين رزيستنس او انو مثلا البايشنت هذا زي في الديابيتس 1 ما يكون عنده انسولين اساسا طيب ممكن كمان تجي له هايبغلاسيميا كيف تجي له هايبغلاسيميا هو اساسا بايشنت عنده ديابيتس تيجي بتلاتة طرق انو البايشنت ياخد دوز عالية من الدواء اكتر من اللي صرفها الدكتور او مثلا الدكتور صرف له جرعة زيادة فالجرعة هذي حرقة الكلوكوز اللي في الدم بزيادة فصار هايبغلاسيميا ممكن البايشنت اخذ الدوز الصح بس ما اكل بعدها فالدواء اشتغل على الكلوكوز اللي هو الاساس اللي احنا نحتاجه وخفضه بزيادة ممكن اخذ الدواء واخذ الاكل بس سوا مجهود زيادة داك اليوم فصار له هايبغلاسيميا لانو حرق السكر بزيادة طيب ممكن يجي له اثروسكلوروزيس وخاصة في تايب توليش لانو اغلبهم يكونوا اوبيس فهما الريدي عندهم فاتي اسد بتمشي في البلد كثير وحنعرف انو البلد فسل حقت الديابيتك بيشنت ما هي طبيعية زي باقي الناس فنسبة انو يصير ديبوزيشن للفاتي اسد في البلد فسل تزيد ويصير عندهم اثروسكلوروزيس بعد كده باقي المشاكل قسموها المايكرو سوركوليشن وماكرو سوركوليشن بالميكرو سوركوليشن وميكرو باقي المشاكل بيجي في البلد فسل في البلد فسل وفي الكابيلاري وغالبا بتصيب الكيدني والآي والنيرفي السيستيم بعد كده عندي الماكرو سوركوليشن بيجي في اللارج بلد فسل زي الكوروناري آرتري والبريفرال آرتري الكبيرة والسيريبراع آرتري بس هنا الماكرو بعد كده قللي انها نتس بسيفيك ايش يعني؟ يعني انا ما يقدر اقول انه الديابيتس هو اللي سبب الكرونري ارتري مثلا 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 اي شيء في الكرونري ارتري جا ليش؟ لانه ممكن هذا البيشن يكون هو اساسا سموكر وسموكينغ هو السبب بس انه الديابيتس هو عامل مساعد للمشكلة خلاها تطلع بزيادة طيب ايش المشاكل اللي انا شوفها في المايكرو فاسكولر قلنا انها تجي في الاي فحيجيني شيء اسمه ريتنوباثي لو جات في الكدني حنسميها نيفرو باثي لو جات في النيرفي سيستم حنسميها نيورو باثي زي ما قلنا هادي سبسيفيك للديابيتس ميليتس يعني لو جوني البيشن يشتكوا بشيء من دول انا على طول احسوي فحص للديابيتس ميليتس طيب الماكرو فاسكولر ممكن جيني شترك اسكميك هارد ديزيز بريفر فاسكولر ديزيز وحنعرف ايش هي طيب نبدأ في المايكرو فاسكولر اول شي حيسلي مايكرو انجيوباثي اشي يعني دا الكناب انه البيشن اللي عندهم ديابيتس عندهم جلوكوز زايد في الدم والجلوكوز يعتبر كتابوليك فاكتور فاش بيسوي هادو الجلوكوز زايد بيروح بيكسر او بيخرب البازمينت من برين حق البلد فيسل فبيخليها تصير متينة ثيك وفي نفس الوقت فبيصير البرميابيليتي حق الاشياء بانه تدخل الانترستيشيام ولا انتراسيلور او تطلع في البلد افكتب فيغير الازموليتي حق البلد يغير شسمه يأثر على كمية البلد فلو لانه احنا قلنا هي صارت ثكر فالبلد فلو اف الدم عشان يعدي صارت المساحة ضيقة كمان فلما اساسا بلد فلو يتأثر كمية نقلة الاكسوجين والنيتريشن تتغير وهذا السبب انه قلنا البلد ممكن يجي يشتكين انه يقوله شعر رجلي اختفى انه البلد فلو الاساسا اللي بتوصل لبصيلة الشعر قلت فطاحت الشعر لانه ما بيجيها نيتريشن ما بيجيها اكسوجين كيفاية كمان هو ده السبب اللي حيجيله بعد كده البلد فلو انه سعر البلد فل هي اساسا الكابيلوري او الاسمول بلد فل مرة صغيرة فالجلوكوز خرب الجدار حقها وخليها تصير thick and thin عفوا thick and weak يعني الاسمولارتي بتتغير والبرميابيليتي تغيرت وفي نفس الوقت انا قللت البلد فلو فقلل الاكسوجين والنيتريشن اللي بيوصل للخلايا اللي بتغثيها هذه الكابيلوري الصغيرة بعدين في شي عندي كمان بيسوي الجلوكوز الزايد اسمه بوليولي الباثوي ايش هو ده الجلوكوز لما يزيد في الدم بزيادة في انزيم اسمه سيربتول الدوز ريدكتيز بيحول الجلوكوز لسيربتول ايش يضرني انا لو سار عندي سيربتول في البلد هاد السيربتول بروح يسوي دامج عفوا بروح يسوي دامج للبلد فيسل فبيغير الاوزمولارتي زي لما قلنا المايكرو انجيوباثي انو صارت البلد فيسل البرميابيليتي ما هي قادرة تتحكم فيها ثمان فغير الاوزمولارتي هو نفسه بالسيربتول لما يجلي سيدور في البلد هو بيسبب مشكة في الاوزمولارتي كمان هاد السيربتول بروح يسوي اكتيفاشن لادفانتد غليكيشن اند برودكت هاد السيربتول بروح يسوي فازو كونستركشن يعني فوق ما انو اساسا البلد فيسل صارت ثق بروح يسوي كونستركشن فعقل البلد فلو اللي بيوصل للاعضاء تمام يصير كدا عندي المايكرو انجيوباثي والبوليوليال باثوي هدول هدولة طريقتين من اللي بيسببوا المايكرو سينكوليشن كمان عندي شي اسمه غليكيشن ايش يعني عنده هايبرغليسيميا وعنده غلوكوز زايت في الدم هاد الغلوكوز بيروح يرتبط بالبروتينات وبالليبت بدون ما يحتاج مساعدة من اي انزيم هاد هو بصورة بسيطة ايش يعني غليكيشن كمان اشوف هو وداع نفسه كمان قلنا اول انه السيربتول والغليكيشن عفوا بيحفزولي هاد الفاكتور هاد الفاكتور ايش بروح يسوي بروح يخرب بيخرب البرميابيليسي حقتها بخليها تسوي تمام الغلوكيشن ايش يضرني ايش يضرني لغلوكوز هاد ارتبط باشياء تانية اول شي مثال لو ارتبط بالهيموغلوبين الهيم عبارة عن بروتين والغلوكوز راح ارتبط بي هيقلل الاكتيفتي او هيقلل من كفاءة شغل الهيموغلوبين في الجسم تمام ايش المشاكل اللي انا اشوفها على الباشينت في شي اسمه ايجنج او ايج روليتد كرونيك ديزيز ايش يعني يجيني الباشينت عمره تلاتين سنة بس شكله خمسين ستين سنة واعضاء ليش طيب هو كده بسبب انه بيزيد الايجنج بروسس حق الاعضاء حق الجسم يعني هو عمره الحقيقي الباشينت على الورق تلاتين سنة بس جسمه بيكبر اسرع اعضاءه بتكبر بشكل اسرع يعني بتوصل عمره الخمسين قبل ما هو من جد يدخل في عمره الخمسين كمان الجليكيشن بيخرب بياثر على فازو كونستركشن و ديلاتيشن كيف؟ احنا لما نصير عندي فازو كونستركشن البلد فيسل بتطلع حاجه اسمه نتريك اوكسايد هذا هو بيسوي فازو ديلاتيشن لكن الباشنت اللي عندهم ديابيتيس مليتيس ما يقدروا يطلع نتريك اوكسايد بسبب الجليكيشن فيصير لهم فازو كونستركشن في المقابل ما في ايشي بيؤمر بالفازو ديلاتيشن كمان انه الباشنت اللي عندهم بسبب الجليكيشن انه انه طب نقرأ الجملة اول عشان ارجع استواع في اشيه انه بسبب الجليكيشن انه انه هدول الباشنت بسلهم دكريس في الاكسايدزر ايوه افتكرتها انه زي ما قلنا مثال انه لما نرتبر الاكسوجين بالهيموغلوبين وقلنا انه الهيموغلوبين بتقيل كفاءته فالباشنت هدولة ممكن تجيهم اعراض ضيال هايبوكسيا بس هي ما هي هايبوكسيا ليش لانه الهيموغلوبين مو قادر يوصل الاكسوجين تمام بسبب انه القلوكوز ماسك فيه واساسا هو الهيموغلوبين او البلد كله بيواجه ريزيستنس من البلد فسل مرة عالية تمام يصير نعيدهم عليش انه ايش المشكلة حقته انه الهيموغلوبين مثال زي لما القلوكوز يرتبط بالهيموغلوبين بتقيل كفاءة الهيموغلوبين فالباشنت هده الاكسوجين اللي بيوصل للاعطاء حقته قل فتجيله اعراض زي الهيبوكسيا هو ما عنده هايبوكسيا ما عنده بلوكش في واحد من البلد فسل بس كأنه عنده هايبوكسيا بسبب وكمان هو اردي بسبب انه عنده فازو كونستركشن والبرميابلتي حقاته اخر بعنا والأزميارتي عالية فهذا كله بيقلي للبلد فلو فالباشنت بيجي بيشتكي ممكن باعراض تشبه اعراض هايبوكسيا هو ما عنده هايبوكسيا هذا مفهوم الجملة الاخير طيب ايش يعني ريتنوباثي قلنا انه البلد فسل والكابيلر اللي بتغذي الرتنا بيصير لها دامج فبتتخرب البرميابلتي حقتها البلد فلوو اللي بيوصل للرتنا صار قليل صار فازو كونستركشن كل المشاكل اللي قلناها تصير بسبب التلاتة للميكانزمة الاولى طيب فتغير الاثماتيك برشير ممكن يصير عندي همروش لانه هي الاسمول بلد فسل مرة ضعيفة فهي اساسا بطبيعتها ضعيفة والديابيتس عندها مضعف فممكن انه تصير لها همروش ماكروانيوريزم كمان بسبب انه البرميابلتي تخربت فممكن يصير ديوبوزيشن في بروتين الليبت كمان ممكن يصير لها اديمة بسبب انه البلد اللي بتوصل للمسل هذي خربانه كمان ممكن انه بسبب هذي المشاكل كله فالبلد ما بيوصل للريتنا فالريتنا بتشغل دماغها تحسب نفسها ذكية وتسوي نيوفاسكولر فهذا هي الاشياء فلما يثلي البلد نيوفاسكولراشن يجي يشتكي من بلد فوجين ايش يعني يجي يقولك انا اشوف الدنيا مشوش اما اكدر اشوف تمام كمان ممكن تطور المشاكل تجيله كتراكت غلاكوموم او بسبب انه في البداية المشكلة هتبدأ في الريتنا بعد كده شوية شوية اذا ما انتبه لنفسه او ما راجع ممكن تصير المشاكل في المصل وفي النيرفي اللي بتغذي العين فاساسا حتى حركة العين بعد كده تتأثر الريفليكسس تتأثر كله بسبب انه ليش بيسيله بلد فوجين لانه اساسا زي ما قلنا البلد فوجين الاساسية حقته خربت حق الريتنا والريتنا شغلت دماغها وسوت بلد فوجين جديدة في البلد فوجين الجديدة هذي شوشت الرؤية تمام؟ هذي شوفو هنا المصل هنا سلة همرج تمام؟ قلنا احنا كده خلصنا من الريتنا كمان ممكن تجين المشاكل في الكدني وسميناها نفروباثي نفس الشي الكدني حقتها البلد فس المرة صغيرة والكابلري صغيرة فممكن هذي الكابلري يسيلها ممكن حتى اسكيميك زي في الريتنا انه البلد فلو ما بيوصل للكدني ما بيوصل للسيز او القلوميولار تمام؟ ده حين هتصير مشاكل في الكدني في الفلتريشن كمان الكدني مشكينة هي اللي بتصف الدم او فلما الدم هذي بيصير في الكلوكوز فيصير الشغل عليها اصعب انها هي ترجع تصف الكلوكوز هذي كل شوية تصويله إكسكريشن ري أبزوربشن إكسكريشن هذي كمان يتعبه غير انه هي بتعاني من الميكروفاسكولار تمام؟ فالبشنت اللي عنده نيفروبثي بايش يجي اشتكيني او ايش هي الاشياء اللي انا هشوفها هاجيله المهم ما علينا مهرة تطلع معي انه الالبومين حلاقي زايت في الدم بسبب ان الكدني مهي قادرة تسيطر على الفيتريشن لانه البلد فلو اللي بيوصل له اساسا قليل وعندها مشاكل مع الغلوكوزة فوق ما انه البلد اللي بيوصل لها قليل كمان البلد اللي بيوصل لها تفيه الغلوكوزة بالزيادة تمام؟ ممكن لو البيشنت مهتم او ما راجع او انا مهتم مت بدين مشكلة البيشنت يتطور ويصير عنده كدني فاليير ولو سر له كدني فاليير ممكن اشوف اديمة تمام؟ او ممكن قبل ما حتى اوصل الكدني فاليير بسبب انه الكدني مهي قادرة تسوي فلتريشن كثير فاللا فالووتر والصوديوم بيجمعوا في الجسم وبيسوولي اديمة مان ليش نسيت اقول شيء في الريتنوباثي ممكن انه اساسا هذا البيشنت احنا قلنا انه مايكروباشكولر خاصة بالديابيتك فممكن البيشنت اسطلا ما يعرف انه عنده ديابيتس ويجي يقولي انا عندي نظري مشوش ولما افحصه الاقي مشاكل في العين فانا لازم اسويله التحاليل الديابيتس تمام؟ طيب بعد كده عندي نوروباثي اش هي احنا قلنا انه نيرف السيستيم بتجيل بلد فيسر خاصة به بما انه النيرف والنيرف اندك اشياء مرة صغيرة فالبلد فيسر حقتها صغيرة ويسموها فازة نيروبام فاكيد هيصير لها دمج بما انها مرة صغيرة فالدمج اللي هيصير لها هيكون مرة كبير بالنسبة له وعلى طول هنشوف الكمبليكيشن هذي بسرعة جاعتنا هذي الكمبليكيشن نكسمها الاثنين اشياء تخص السنسيتيفتي زي البين انه هذا البيشنت ما يحش بالألم ممكن اطرافه زي اطراف يده اطراف رجله تبرد بزياده او تحر بزياده او مثلا ما يحس بالشي البالد او ما يحس بالشي الحار ممكن كمان يجي له تحر بزياده بعدين في مشاكل بتخص انه الأوردر اللي بتجي من النيرفي ممكن يصير عنده كمان يجي له نيوروجينتال ديسفنكشن تجي له مشاكل في الجي اي تي مثلا يجيني بيشنت يشتكي من نوزيا ديارية او كونستيباشن ممكن الجيني اساسا البيشنت يشتكي من كونستيباشن كونستيباشن انا سوي تحاليل ما في مشكلة اشوي مثلا اشعقات احاول اكشف افحص ال جي اي تي ما هلاقي فيها اي مشكلة لو روحت تحليل للديابيتس هلاقي انه او بوزيتف هو عنده ديابيتس ملاتس بس هو ما يعرف تمام ممكن كمان تجي له تاكيكارديا لماذا تجي له تاكيكارديا؟ لان البلد فسرة الصغيرة ما اسم البلد الفلو بيوصل لها قليل فالهارت بيحاول انه يعوض الدم قليل فبيحاول وضخه اسرع واسرع كمان ممكن يجي له ديابيتك فوت لان البلد فسرة في الفوت صغيرة سنعرف ايش يعني الديابيتك فوت بعد شوية ايش هي الديابيتك فوت انه هدول البلد قوزي ما قلنا انه نيرف السيستم حقهم عندهم مشاكل بسبب انه بلد الفصل اللي بتوصل لهم خربان فممكن هدول البلد تنحرق رجلهم لو سمح الله يتعور ويتخبطوا ما بيحسوا انهم اتعوروا اساسا فما بيعرفوا انه فيه شي صار في رجولهم بعد كده هم كمان في نفس الوقت انه البلد اللي عنده بدي بيت اسم الاتس هم يعني الاميون سيستم حقهم ماهو تمام هم مرصد سيبتبل للانفكشن فالبلد هذا يتعور ما يحس انه تعور ويجي له جرح وما ينظف الجرح هذا وهو اساسا الاميون سيستم حقه ضعيف فيسيله انفكشن في هذا الجرح والانفكشن يزيد ويزيد ويتدهوه وما بيحس لانه اساسا النيروس سيستم خربانه في رجله فما بيجيله الالم وما ينتبه بها فتتطور الحالة ويجيله ديابيتك فوت فيضطر له لا سمح الله يبتروا جزء من الرجل او الرجل كله وغالبا تجيهم زي ما قلنا انفكشن ممكن تجيهم انثر ويتحول لقانجريين ولما نجينا القانجريين اكيد هنسوي امبلوتيشن ايش هي المشاكل اللي تجي للديابيتك فوت زي ما قلنا انه تجيهم زي ما قلنا تجيهم الآثير كمان الباشينت اللي عنده ديابيتك فوت او عنده ديابيتس لما يجي قص اضافير رجله لازم انا قل له انتبهوا انت تقص لا تدخل على جوه مرة فبعد كده الضفر لما يكبر يصير يكبر على جوه الجلد وانت لما انت تجي تقصه هتحاول تقصه من جوه الجلد لا صمح الله تعوير نفسك هذا الشي يجيب لك انفكشن في ده المكان اللي تعرض للجرح كمان ممكن تجيهم حساسية ممكن يشوف اشياء غريب بانه نقاط غريبة على الرجل فانا اقول له لا تحاول تلعب فيها لا تحاول تسوي ولا شي تعال على طول للدكتور حق الديابيتس او في دكاتر متخصصين بالديابيتك فوت كمان ممكن تجيهم بلسترز اللي هي زي كده حاجة منفوخة فيها موايا فانا اقول له لا تفقعها لتسوي فيها ولا شي سيبها تروح بنفسها ما راحها تروح للدكتور هو يتصرف فيها كمان ممكن يجيهم كلس اللي هو الجلد الزايد اللي في كعب الرجول فانا اقول له لا تشيلها بنفسك لا تشيلها بنفسك انت ما تدري ايش ممكن يصير كمان ممكن يجيهم كونز اللي هو زي جزء كده من الجلد طالع بزيادة على الاصابيع ممكن يجيهم ممكن عادي اجرح عادية اقول له لما تنجرح اسئل دكتورك ايش هو المرهم اللي تحطه غالبا مرهم يكون فيله انتيبيوتيك عشان هدول الباشن تقول السيبتبول الانفكشن اكثر من غيرهم طيب كمان انا لازم انبه انه هذا المريض انه ما يخلي رجله رطبة على طولي نشفها يعني لما يتوضى على طولي نشفها لو تبلبلت ما يخلي فيها ماء ما يلبس جهاز مضيقة لا يفرمكم ما يمشي حفيان في البيت حتى نشفه ممكن هو زي ما قلنا ما بيحس فممكن يتخبط بدون ما يحش وينجرح ويصير له انفكشن هو لسه محاسس بحاجة اقول له كل يوم كل يوم شيك على رجلك لانه لو لاحظت انه فيها شي غريب على طول تروح للدكتور كمان اقول له لا تستخدم الكريمات العادية ممكن انه هذه الكريمات ترطب الرجل ويزيد نسبة انه يصير له انفكشن كمان طبعا طبعا كل فترة وفترة لازم انا نسوي لتأكد انه ما جاته لو بديت تيجيله ابدأ اخذ احتياطات عشان ما يصير له احتياطات احتياطات تمام كده يصير كده عرفنا ايش هي ام معلش ابا اتكد انه يقول كل هاجة ايوه يصير كده عرفنا ايش هي الديابيتك فوت الديابيتك فوت انه ايش يجي في الرجل اللي عنده ديابيتس تسبب له انفكشن او تتحول لقانجرين لا سمح الله ويساوله امبولتاشن وبعد كده قلنا ايش هي الاشياء اللي لازم ينتبه منها المريض انه ينجرح انه يجيله بليستر انه يجيله انه يجيله انفكشن يجيله يجيله كارن يجيله مثلا يقص اضافيره بالزيادة انه الضفر يكون ينمى الجوة الجلد هو يروح يقصه بنفسه بدون يروح لدكتور انه يجيله سكين سبوت او ايشي غريب في السكن وزي ما قلنا لازم ننبه انه ما يخلي رجل رطبة ما يستخدم كريمات ترتب الرجول خصوصا بين الاصابيع انه ممكن يزيد الفنجل ما يمشي حفيان الله يكرمكم لازم يكون لابس جزمة الجزمة اللي يلبسها ما تكون ضيقة تمام كده كده ينكون خلصنا من اخدنا ايش هي الثلاثة الميكانيزم اللي بيصير بها المايكرو المايكرو انجيوباثي البولي باثوي هادي المشاكل بتجيني في العين خصوصا في الريتنا بتجيني في الكدني فيصير الفلتريشن صعب عليها بتجيني في النيورو فيفقد الاحساس وغالبا يكون في الاطراف زي الاياد والرجون بعد كده هندخل طبعا في اشياء هنا بيقول لنا ايش هي زي ما قلنا انه ما يقوس اضافير الجوة ولو كان في عنده هنا ضيفر داخل على جوة يروح للدكتور هنا المشاكل ما عليش انه نسيت اقولها انه الباشنت اللي عندهم ديابيكي سيجيم ابنرماليتي في البون انه البون تنم بطريقة غريبة او تنلف بطريقة غريبة مجرد هو انه يحس انه سار يعرج انه رجله فيها شي مو طبيعي وراح للدكتور هيعطوهم هذا الشي يلبسوه عشان يحافظ على رجولهم ما يصير لها تشوه بزيادة هذا التست اللي نكتبر به عشان نعرف السنسيشن او نيوروباثي جاتو او لا هي في عشر نقاط يمرر عليها هذا الجهاز اذا سبعة منها اذا احس بسبعة نقاط فهو ما عنده نيوروباثي اذا اقل من سبعة نبدأ نخاف ونشك انه هو عنده نيوروباثي طبعا زي ما قلنا انه على طول ينشف رجله وما يحط كريم بين الاصابع طب كده خلصنا المايكروسوركوليشن طب نيجي للماكروفاسكولير كومبليكيشن هي بتيجي في البلد بيسل الكبيرة قلنا زي كوروناري ارتري ليش بتيجي؟ زيها زي في البلد بيسل البلد بيسل الاندوثيليا الخربان الكلوكوس هو الكلوكوس كتابوليك فاكتور فكسرها وسوالها دمش هذا اول شيء ثاني شيء هذه البلد بيسل كبيرة فممكن الفاتي اسد تسوي في الاماكن اللي سلها دمش في الاندوثيليا فبتقفر الطريق بتقفر بلد فلو فالبايشن يجي له مثلا اسكيميك هارد ديزيز ويجي له استروك كمان ممكن يجي له هايبر تنشن بسبب انه الوال سارثيك وفي اثر اسكولورازيس فالبلد ما بيمشي طبيعي كمان ممكن يجي له بريفرال فاسكولر ديزيز كيف يجي له بريفرال فاسكولر ديزيز اللي نفترض انه الارتري اللي تخرب هاده مثلا حق الليك الكبير فالدم اللي بيوصل للمصل حق الليك والبون قليق طيب ايش المشكلة او ايش الشي اللي بشوفه انا في البايشن هاد البايشن تيجي يمشي خطوتين ثلاثة يتعب مرة يجي له قلم قوي في رجله وما عد يقدر يمشي يضطل يرتاح بعدان يرجع يمشي بعدان يتعب بعدان يرجعيش لس مرة ثانية ويرتاح فيجي له سيفير بيم بسبب انه المين ارتري مثلا حق الليك هذا صر له صر له سكيميا في البلد فلول اللي بيوصل للمصل والبونجلي فبيصر عندي تيشولوز انه انا بخسر التيشولي في هاده المنطقة فيجيني الالم كمان لا سمح الله ممكن اذا الارتري هاده مره مكفول ممكن يجين القانجرين من جوة الرجل في المصل من جوة او تمام او كمان ممكن نظيمة قلنا يجي لهم ستروك او سكيميك هار ديزيز بسبب الأفرسكوليروزيس بسبب هادول البيشت ما يجي يقولي انا بحس المثلا في صدري لو عنده سكيميك هار ديزيز او انا انه بيأشر لي على مكان للقلب انه عنده الم بسبب انه قلنا عندهم نيوروباثي فالاحساس عندهم اساسا ضعيف والنيرفيس سيستيم ما بيوصل الاشياء تمام لانه مضروب بسبب انه البلد فيسل حقته مضروبة فعشان كده انا مجرد ما تيجي يقولي انا احس اني انا مو مرتاح او احس انه فيه حاجة غريبة على طول اساويه كارديو بايو ماركر واساوي الويسي جي عشان اتاكد انه الكارديو باسكولر سيستيم ما فيلو مشاكل تمام قلنا انه هتجيله في الكرونري ارتري وهيجيله لا سمح الله اذا اطورت السروك وقلنا انه هما ما بيحسوا بهذه المشاكل لانه عندهم نيوروباثي فانا اساسا عالطول اسوي له بايو ماركر واسوي له اسي جي واتاكد انه الكارديو باسكولر سيستيم حقه ما فيلو مشاكل طيب البايشنت اللي عنده ديبية اسم ليتيس وعنده ريسك فاكتور كثيرة تزيد احتمال انه ممكن يجيله هارت ازيز او ماكرو باسكولر كوملكيشن لازم انا ااخذ الحيطة من بدري واحميه زي مثلا انا اخلي البلد بروشر حقه كنترول ما اخليه يزيد عن 140 عن 90 ليش ما اخليه يزيد لانه زي ما قلنا لو هو ذات فهو سله اثره سكولوروز وانا ابدأ اشك في المشاكل وابدأ ادور عليها كمان اذا هو كان اساسا سموكر فانا ابدأ انصحه ان يوقف السموكينج احاول انه اخفف اضرار السموكينج قد ما اقدر لو هو قلنا خصوصا انهم الديابيتس تايب 2 عندهم فاتي اسد كتير في الدم كلسترول كتير في الدم فانا ابدأ اعالج هذه المشكلة اعطيه ادوية قليل الكلسترول احاول اعطيه حمية تحافظ على البخال انه فيها دهون قليل عشان احافظ عليه انه الدهون متزيد في الجسم اعطيهم البيشنت اللي عندهم كارديو فاسكولار ريسك فاكتور مرة عالية مثلا هو عنده فميلي هستوري او قد جاته مشاكل في الكارديو فاسكولار قبل كده اعطيه اسي انهيبتور كمان البيشنت لو كان كبير في العمر اعطيه اسبرين هو انتي بليتليت عشان انا احافظ على سيورة الدم يعني هي كده البلد فيس الخربانة فانا لما اعطيه انتي بليتليت امنع نسبة الاثروسكولوروز قد ما اقدر طبعا وكمان نيفرق الدوز من عمر البيشنت من الريسك فاكتور لكل الادوية اللي نعطيها البيشنت بعض البيشنت كمان دكتور سامي قال نعطيهم فيتاميم بي كومبلكس لانه اغلب الادوية اللي في دايابيتس 2 خصوصا الميتروفين بنساعد افكت حقها انه بتنقص فيتاميم بي في الجسم وفيتاميم بي هو المسؤول عن رفع المناعة فهم اساسا مناعتهم ضعيف الديابيتس الديابيتك بيشن ولما انا كمان امنع الفيتاميم بي حقهم في الميون سيستم حقهم حيصير اضعف فعشان كده انا اعوضهم بفيتاميم با خارجي تمام؟ طيب كمان في شيء الانترميدد كالديشن اللي هي قلنا انه يكون عنده مشكلة في الميجور بلد فيسل في البريفرل اللي هي بريفرل باسكولر ديزيز فلما يجي يحركها و يسوي اي نشاط يتعب بسرعة بس ترى هذا كمان نحط في بعالين انه مو شرط هذه المشكلة نتيجة انه عنده أثر اسكوليروز مثلا او كونستركشن في البلد فيسل ممكن تجيله هذه المشكلة لهو جلس فتر ما مارس النشاطات مره بعد كده فجأة قرر يسوي رياضة فيجي يسوي شوية مجهود بس يتعب حتى لو ما كان دايبتك هذا البيشن ممكن على طول يتعب بسبب انه سلو فترة ما تحرك وفجأة رجع تحرك مره دائما طيب وقلنا انه حيجي له ريست بين انه حيضطر يجلس عشان البين هذا يروح وهذه نتيجة انه عندي تيشولوز لانه ما عندي بلد فلو تمام يوصل للتيشو وهذه يغذيها ممكن لا سمح الله اذا مر هذه بكفولة جيلو وقلنا انه ما يكتشفوا دي المشاكل في المرحلة اللي في البداية لانهم عندهم نيوروباثي فالألم البسيط هذا ما بيحسوبه والشيء البسيط ما بيحسوبه لانه نيرفي السيستم ما بيوصلها تمام كده خلصنا المحاضرة ان شاء الله ما لخبطتكم ما فهمتوا ما عليش لخبطت المعلومة في البداية خلصت المحاضرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة